نورتو دي الحلقة الاولى من كورس القراءة والفهم او الريدنج ان كومبريهنشن للمستوى الاول المبتدئين المقدمة دي هتسمحها في الحلقة دي بس لانا دي الحلقة الاولى ومش هتكرر في بقية الحلقات عاوز بس افهمك ازاي الاسلوب بتاع القراءة والفهم او كورس القراءة والفهم حيمشي والتسلسل في كل حلقة وايه المتوقع انك تحصله لو كملت السلسلة دي معانا للنهاية تسلسل الحلقة حيمشي كالقاتي دايما هنبدأ في كل حلقة بدراسة 15 كلمة هنعرف معناهم طبعا اكيد وهنعرف اذا كانت الكلمة دي ناون اسم اذا كانت فعل فرب اذا كانت ادجكتف صفة وهكذا لان ده هيفرق معاك بعد كده في تركيب الجملة تاني حاجة هنحط كل كلمة هناخدها وهندرسها مع بعض في الجملة عشان يسهل عليك تذكرها مهمة جدا ونصيحة شخصية انك تكتب الجمل دي ورايا عشان ما تكتبش الكلمة لوحدها وتقع في الخطأ الكبير اللي كلها بنغلط فيه لما بنيجي نتعلم لغة جديدة ان احنا بنحفظ الكلمة بس من غير ما نحطها في الجملة تالت جزء دايما من الحلقة بتاعت هناخد تمرين سريع كده مع بعض واخيرا هننهي الحلقة بقصة قصيرة هناخد فيها الكلمات الجديدة والخمستاشر كلمة الجديدة اللي احنا درسناهم في كل اخر حلقة هيبقى فيه اسئلة على القصة ديت عشان خاطر اشوف انت حصلت في ايه وفهمت ايه من القصة والمعاني دي قدرت تفيدك في انك تكترجم القصة او تفهم معناها بطريقة افضل يلا بينا نبتدي مع بعض مع اول حلقة من reading and comprehension اول كلمة معنا afraid afraid وهي صفرة بمعنى خائف او خايف تعال نحطها في مثال مع بعض وركز في الصورة انا عاوزك تبص على الصورة اللي هتطلع كمان لان الصورة لان المثال بيوصف الصورة the woman was afraid of what she saw الامرأة كانت خائفة من اللي رأيته the woman was afraid of what she saw اوكي طيب تاني كلمة معنا وهي agree 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 فعل بمعنى موافق او يوافق تعال ناخد مثال مع بعض the food is very good in that restaurant الأكل جميل جدا او الطعام رائع جدا في المطعم ده i agree with you انا متفق معك تالت كلمة معنا النهاردة هي angry 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 معناها غاضب مثال she didn't do her homework هي ما عملتش الواجب بتاعها so her father is angry ولذلك والدها غاضب كلمة اللي بعد كده كلمة arrive 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 معناها يصل the bus always arrives at the corner of my street at four البس دايما بيوصل في نصية الشارع بتاعتي الساعة أربعة المثال البعض كده the next one finally finally is an adverb finally هو ظرف وهنفهم طبعا تابع معاك كورس القواعد وعتعرف يعني ايه ظرف finally معناها أخيرا he finally crossed the finish line هو أخيرا عبر خط النهاية وتاني يبص على الصورة الكلمة اللي بعد كده كلمة cruel 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 صفة معناها قاسي أو غليظ القلب the cruel man yelled at his sister الرجل القاسي زع يل آت يعني زع زع في أخته أو صرخ فيها يعني ok the next word is hide hide فعل بمعنى يخبئ أو يختبئ the other children will hide الأطفال الآخرون حيختبئوا while بينما you count 200 بينما أنت تعد للماء the next word كلمة بعد كده is moment 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 اسم بمعنى ثانية أو لحظة مثال I was only a few moments late for the meeting أنا تأخرت على الاجتماع لسواني قليلة I was only a few moments late for the meeting الكلمة اللي بعد كده كلمة pleased pleased صفة معناها مسرور أو سعيد بص على الصور she was pleased هي كانت سعيدة with the phone call she received هي كانت سعيدة بالمكلمة اللي هي استقبلتها pleased she was pleased with الكلمة اللي بعد كده كلمة hunt 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 فعلا بمعنى يصطاد ok long ago من زمن طويل people hunted من زمن طويل الناس استطاد ok الكلمة اللي بعد كده كلمة safe safe ودي صفة معناها آمن مثال put on your seat belt حط أو ضع حزام الأمان to be safe عشان تبقى آمن أو in the car to be safe الكلمة اللي بعد كده trick 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 وهي اسم معنى خدعة خدعة الكود بتاتو فجئتنا ok the next word is promise 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 فعلا معنى ياد ok he promised to return my key by tomorrow he promised to return my key by tomorrow هو وعد انه يرجع return يعني يرجع المفاتيح بكرة he promised to return my key by tomorrow ok very good that's amazing عندنا كمان كلمة attack attack يعني يهاجم the man with the sword الرغل الذي معه سيف attacked the other man first هاجم الرغل الاخر أولا ok very good عندنا كمان كلمة bottom bottom أو ممكن تقولها بريطاني عادي ok ممكن تقولها bottom ok bottom معنى القاع أو أسفل شيء بص الصور the bottom of my shoe أسفل قزمتي has a hole in it أسفل القزمة بتعطي في خجم hole يعني خر زي ما احنا شايفين في السوح very good خلصنا الكلمات يلا بينا نخش على exercise one وقبل ما نعمل exercise نصيحة ارجع كمان مرة عيد على الكلمات و بعد كده ارجع للنقطة ديت عشان تبقى جاهز لل exercise يلا بينا نبتدي مع التمرين الأول choose the right word for the given definition يختار الكلمة الصح للتعريف أول كلمة bad or hurting others شخص سيء أو بيأزي الآخرين هل هي afraid clever cruel ولا hunt very good it's cruel at last or at the end at last ما نعمل في النهاية angry ولا clever ولا finally ولا reply finally very good fight or hurt يحاول ان هو يسرع أو يؤذي ها اوكي attack middle placed trick attack يهاجم not to let others see انك ما تتركش الآخرين يروا ها height very good perfect the lowest port الجزء الأسفل yes bottom that's amazing تعالوا مع بعض بقى نخش على الجزء الأخير واللي هو short story أو القصة القصيرة هديبقى فيها كلمات كتير من اللي احنا درسناها في أول فيديو و هنشرح القصة و نحاول نفهمها مع بعض و نترجمها عشان نطور reading and comprehension وكمان نثبت الكلمات الجديدة اللي احنا خدناها النهاردة جوه قصة فديفرق كتير و معاك في الذكرة يلا بينا كل يوم هو أتل وأكل الكثير من الحيوانات الحيوانات الأخرى كانت خائفة The lion would kill them all إن الأسد يقتلهم كلهم The animals stole the lion الحيوانات قالت للأسد Let's make a day خلينا نعمل صفقة ديل يعني صفقة If you promise promise يعني يعد To eat only one animal each day لو توعد إنك تقتل حيوان واحد كل يوم Then one of us will come to you every day وكده واحد بس حيجيلك كل يوم The plan was good الخطة كانت جيدة So he agreed وعشان كده الأسد وافد But he also said If you don't come every day لو ما جيتوش كل يوم I promise to kill all of you the next day أوعد أننا تلكو كلكو المرة الجاية Okay Very good Finally أخيرا It was the rabbit's turn أخيرا كان يوم أو دور Turn يعني دور الأغنب To go to the lion إنه هو يروح للأسد The rabbit went very slowly that day الأغنب راح ببطئ جدا أو بشكل بطيف اليوم ده The lion was angry الأسد كان غاضب The lion asked the rabbit الأسد سأل الأغنب Why are you late The rabbit I was hiding from another lion أنا كنت مستخبي من أسد تاني In the forest في الغابة The lion told the rabbit الأسد قال الأغنب I'm the only king here أنا الملك هنا Take me to that other lion خضني للأسد التاني ده And I will kill him وحقتله The rabbit replied الأغنب أجاب I will be happy أنا حبقى مبسوط Okay Very good The rabbit Led the lion To an old well الأغنب قاد الأسد لبئر قديم In the middle of the forest في وسط الغابة The well was very deep Well تاني يعني بئر كان عميق قدا The rabbit The rabbit told the lion The rabbit قال لل lion Look in there بص The lion lives at the bottom الأسد التاني عايش فيه القاع Bottom لو فاكرين يعني قاع When the lion looked لما الأسد بص In the well He could see his own face In the water شاف وشو أواجه في المية Okay Without waiting بدون انتظار Another moment للحظة أخرى The lion jumped Into the well الأسد نطفي البير To attack عشان يهاجم The other lion He never came out عمره مخرق All of the animals In the forest كل الحيوانات في الغابة Were very pleased With the rabbit's clever trick Pleased خدناها يعني كانوا مبسوطين بالتريك الزكية بتاعة الأرنب أو الخدعة الزكية الهومورك أو الجزء الخاص بالواجب هيبقى في أول تعليق على الفيديو ده والإجابات هتبقى في أول تعليق في الفيديو القادم أو الفيديو التاني هتبقى أسئلة على القصة اللي احنا لسه واخدنا مع بعض ويريد تكتب لي الإجابات بالإنجلش بردو شكرا and let me wish you all the best موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة